طيب أنا هتعامل أن أنا في مكان حضرتك وأنا إداري يعني أنا بدير إتحاد الكرة وأتحكم في هذه الأمور عود المدربين وخلافه تحديداً المدربين منتخبات الوطنية فكرت حضرتك مع الأستاذ جمال علام مع مجلس إتحاد الكرة طيب لو منتخب مصر خرج من الدور الأول ما احنا ظهورنا كنساء في المباراة الأولى فظهور يعني يخوف يقلق لو خرج من الدور الأول ما طبيعه هيبقى فيه ضغط عليكم ما الشهور راجل ده إحنا عندنا مطشين في تصفات كاس العالم ومشان في عينستان مطشين في تصفاتك ده راجل ما خرجنا من الدور الأول في كاس الأمم الأفريقية فكرتوا في ده كنتوا عاملين حسابكم كنتوا عاملين خطة بديلة ولا أنتوا كنتوا وغدين قراركم لأن الراجل ده كده كده مكمل بغض النظر عن ده كاس الأمم كده كده كان قررنا الراجل مكمل لحال المطشين بتوع كاس الأمم بدون أي تفكير محدش مثلا طرح قالك طب نشوف أسماء نيهز أسماء لا خالص أنا أقول لك أنا يعني شيء مجلس الإدارة لم يجتمع لنتيجة الظروف ده كلها أول اجتماع لها حيكون يوم الثلاثة خمستاشر كل الجزء اللي فده كله ليس شاغل للاتحاد المصري غير دعم المنتخب القوم المصري عظيم بكل أعضاؤه سواء اللي هنا أو اللي سفروا كلنا كنا لخدمة المنتخب القومي في أداء مهمته عظيم ومما لا شك فيه أنا راضي عن الأداء الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين أنهم حققوا شيء لمصر صحيح صحيح طيب في ناس يعني حد طرح أنا من الناس اللي طرحت ده بصراحة شاب أمين معاك إنه ليه كيروش وحنا حراك شايفة هو مدير فني كبير مدير فني عنده مشروع مدير فني بيشتد بشكل حقيقي إيه اللي خلينا نربط مصير كيروش بمطشين في كاس العالم مطشين كبار مع منتخب السنغالي وارد زي النهائي كده تكسب أو تخسر طبعا كلنا نتمنى كلنا نحلم وكلنا بندع المنتخبنا إن شاء الله بالرجالة دي إن احنا نوصل كاس العالم بس ليه كورة وارد إنك تكسب وارد إنك تخسر ليه مصير مدرب كبير حضراك مقتنع إنه مدرب كبير وأنا مقتنع عن مدرب كبير معظم الناس مقتنع عن مدرب كبير يبقى مصيره مرتبط بمطشين في كاس العالم يبقاش فيه تجديد وارتباط طويل الأمد خاصة لن الرجل عنده مشروع تمام هو عقده اللي موجود كان لحد تصفيات كاس العالم إنه نجح في كاس العالم هيستمر في كاس العالم ولكن الاتحاد برضو مش هنتكلم في الإعلام لسه هيقعد يدرس إذا كان هندرس ده إذا كان الرجل ده صاحب مشروع كبير لتكوين جيل كامل للمنتخد ليه ما يكملش ده كلام محترم ده كلام محترم أنا متفاهم جدا طبعا حولك مش هتقول قرار دلوقتي فاهم ده كويس بس ده كلام محترم إنه على أقل مطروح على طويل الاتحاد الكوين مطروح ليه لا يعني دايما قصدي دايما كنت لسه بتكلم من كاما يوم ما فاندي مبادردش مع حضرتك إنه الرجل مدير فني للمنتخب الفرنسي دي شام رجل من 2012 ل2018 بيفشل في كل حاجة في كاس العالم في كاس أوروبا على ملعبه بيخسر النهائي على ملعبه ويجي في الآخر بعد ست سنين بيكسر كاس العالم فده فكرة المشروع طويل أمد ممكن تاخد منه ناجحات عظيمة بعد كده أنا بأكد لك إن الكلام ده مطروح ولكن أنا اكفي لسه في اجتماع مجلس الوضع يقرر ويقول ولكن إحنا بنا وبن بعضنا تمام إن الرجل ده صاحب مشروع عظيم وأنا من عندك هنا بقول إن مصر الكورة إنها بيعندها كرش وعندها موسيماني هيل وعندها كالتيرون وعندها مدربين وطنيين عندها بجلاله وحسن حسن مش عزنسة أسماء لحسن حد يقول ما قالش اسم لا كلهم أسماء عظيمة بيديروا فرق ودور عظيم بيفرزوا كل دول لصالح المنتخب القوضي والدليل إنه منتخب مصر بعدد كبير من اللعبين المحليين ينافس ويصارع ويلعب مباريات كبيرة مع منتخبات كلها يعني حتى ده أسبوع سعيد إن الزمالك قدر يعني يتجاوز وبنهني المصري على تعادله خارج أرضه وبنهني برنز اللي فايز وإن شاء الله نهني الأهلي يوم الجمعة في فوزه على الهلال السوداني لا الكرة المصرية إن شاء الله في الجمهورية الجديدة عهد جديد وناس جديدة تمام حتى تواجد في المتخب والباب مفتوح وأنا يعني إحساسي مع الرجل ده إنه بياخدش أسماء صح الرجل ده حسيت برضه لما ميتة الإصابات اللي صدفته دي كان ممكن أي حد يرتبك طبعا الناس ولازم أشيط بالناس الكبيرة زي عبدالله السعيد وأحمود علاء وبالرغم دول ما لعبوش مطشط كتير لكن تحس إن هم بيأزروا لعبتهم وبيقووهم وبيعملوا كلهم نسيج واحد جيل عظيم هم دول ولادك يا مصر صح ترجمة نانسي قنقر